الاخوة العزاء اصدقاء قناة يلا تشيكي اهلا وسهلا بكم في تاني حلقتنا من معلومات تهمك في التشيك بالنهاردة هنجاوب على تاني سؤال معنا وهو هل المرتب دوت كويس ويكفي تكليف المعيشة ولا صعب ان نعيش بالمرتب دوت في التشيك قبل ما نقول المرتب دوت كام قد ايه فلوس لازم نعرف ان موضوع المرتب وتكليف المعيشة ده عملية نسبية من شخص لشخص اخر فممكن المرتب يكون بالنسبة لشخص صغير ليه وما يكفيهوش هو ولا اسرته او حتى ما يكفيهوش هو لوحده وممكن المرتب دوت او النسبة المعينة ديت تكفي شخص هو وعيلته ويعيش بها وهو مرتاح لان كل واحد عارف اساسياته او عارف المصاريف اللي هو بيصرفها وعارف بيتعامل ازاي مع الفلوس لكن كل واحد دايما بيبقى ليه متوسط معين بيقيس عليه المرتب دي انا عارف متوسط مصاريفي فبناء عليه المرتب دوت ينفع ولا ما ينفعش وعشان نعرف متوسط المصاريف في اي مدينة فيهوبسايت كويس جدا لو عملت عليه سيرش في الانترنت وحنقرضو عليه عليكو كمان شوية هو كوستف ليفنج هو بيدي متوسط بشكل بعض الشيء مبالغ فيه لانه بيعتمد انك عايش حلوة ومقضيها خروجات وفسح وسينما لكن فيه ميزة كويسة جدا انك تقدر تعدل المتوسط اللي هو حطه يعني هو الموقع عنده ستندر معين او متوسط مرتب معينة انت خش على الموقع اعدل متوسط الكاتيجوريز او الحاجات اللي موجودة فيه واختار انت مصاريفك وبناء على المصاريف اللي انت هتحطها او التعدلات اللي انت هتعملها تقدر تحدد متوسط المصاريف اللي انت عايزها كواحد جاي عايز يعيش في الاتشيك او تقدر تشوف الأفرج بتاع الحقيقة متوسطة كام لشخص الواحده او اثنين او لكذا فرض مع بعض اول ما هتفتح الموقع نصيحة بلاش تدخل في التفاصيل المكتوبة والارقام الاولية اللي هو الموقع بيظهرها لانك لو بصيت عليها ممكن تتعب نفسيا من الارقام اللي مكتوبة بالذات ديت لا احنا مش هنتكلم عن الارقام ديت احنا هنعمل متوسط مصاريف خاص بنا احنا فانت كل اللي عليك انت هتختار المدينة فهينا انا اخترت كوستف ليبينج في التشيك في براك في العاصمة هنا هو انت ممكن تختار مدن تانية في براك طبعا تخش في التشيك ربابليك هيجيب لك كل المدن فانت تختار المدينة اللي انت عايزها بعد كده خش على using our estimator هنا هو تختار ال estimator ان انت هتعدل البيانات اللي موجودة مش هتعتمد على المتوسط اللي هو حطه هنا دخلت بعض التعديلات على الوب سايت فقلتنوا ان فيه فردين عايشين نسبة اللي بيأكلوا فيها مثلا الغدا والعاشة برا اللي بتبقى خمسة في المية في الشهر نسبة الاكل عندما يختار المطاعم برا البرا بتبقى تسعين في المية مطاعم رخيصة وعشة في المية مطاعم غالية نسبة شرب القهوة برا البيت قليلة عندك تختار النسب اللي انت عايزها نسبة الذهاب للسينما مرتين في الشهر التدخين مفيش الكحول مفيش الاكل انت الاسف هنا الموقع مدوش غير اوروبي او اسيوي مان اخترت اوروبي مفيش عربية مفيش تاكسي المونتسلي تيكت بتاعت البابليك ترنسو بروتيشن المواصلات العامة بتعملها شهريا الافضل طبعا انت تعملها يا كل ثلاث شهور يا سنويا فانا هنا اعتبرتها شهرية الجيم والحاجات دي قلت هنا مفيش اعتبرت ان انا ما بسافرش الشيرة الملابس والحاجات دي تعتبرتها النسبة والليلة في الشهر والرينت خلي دايما الرينت لوحده تدخل برضو الرينت بس مفضل الرينت تخليه لوحده تبحث عنه لوحده انت عايز دوقتي مصاريف لوحدها لان الايجار لوحده عادة بياخد من تلت نص المرتب فيعني الايجار ده لوحده حاجة مختلفة تماما انت محتاجين لها فيديو مخصوص ان شاء الله عدد الاطفال اللي اعتبرت عشان هما فردين فما فيش اطفال بيروحوا للحضانة او ما فيش اطفال بيروحوا لبرايفوت سكول مدالس خاصة وبعدين بتقول له خلي بالنا هنا ان انا اعتبرت برضو ان ما فيش رينت فالارقام اللي هتطلع لي هنا مثلا لو اللي فردين في براج هتلاقي ان هو قال لك متوسط الفردين دول المصاريف بتاعتهم في الشهر حوالي عشرين الف كورونا 19 ربعمية تمانية وعشرين بس في حاجتين من المتوسط دول لازم نحزفهم هنا الموقع ما بيحزفهمش للأسف وبيعتمرهم برا الايجار اللي هما the utilities and other services the utilities دي اللي هي بتبقى الكهرباء والتدفئة والمية الحاجات دي بتبقى included دايما في الايجار كده كده فاحنا لو تخرجنا الايجار يبقى لازم اطلع كمان the utilities دي بيبقى الايجار مع the utilities وكمان the other services دول عادة برضو بتبقى موجودين في الايجار فانتهينا هوات مثلا احنا نتكلم في حوالي ثلاثة وهنا حوالي برضو ثلاثة فيه ستة من اللي مثلا عشرين ستة من عشرين يعني فيه حوالي اربعتاشر الف ده متوسط المصاريف للفردين من غير الايجار زي ما قلنا ده اعتبر اقل المتوسط فيه حاجات كتير احنا ما اخترناش فيه حاجات كتير احنا ما قلناش مثلا فيه urgent cases فيه حاجات دي كلها احنا ما اعتبرناش واعتبرا ما فيش سفر انت قاعد في البلد اخلي بالك بس من الحاجات ديت وزي ما قلنا واكدنا عليك ازا مرة الموضوع ده نسبي من شخص للتاني كل واحد عارف مصاريفه فكل واحد يدخل على الويب سايت يدخل البيانات اللي هو عايزها ويشوف نسبة مصاريفه قديه يعني مثلا هنا لو عملنا ان بقى فيه مثلا ثلاث افراد مش اتنين وعملنا ريكالكوليشن جديد وتشوفوا الرقم مع بعض فبقول لي الرقم ارتفع بقى سبعة وعشرين تشيل برضو نفس الكلام من اللي تلتزل حاجات دي هنلاقي مثلا لثلاث افراد حوالي واحد وعشرين الف كرونا من غير الاجار برضو كل حاجة وليها نسبتها وكل واحد وليه بعارف مصاريفه يارب يكون الفيديو عجبكم السلام عليكم ورحمة الله